استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة شهد اللقاء التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث حرص الرئيس السيسي في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لايد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد دانيال رومنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات لسيما العسكري والأمني في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط من جانبه أرى بوزير الدفاع الأمريكية عن تسمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير تعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق تعاون الدفاعي الذي يمثل ركزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين أشار المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث حرس السيد رئيس في هذا الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد مؤكدا أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلاة يعد طريقة نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر